أنا عايز أحكي للإخوة في الجزائر حكاية إيه ريت يكونوا سمعيني وفي نفس الوقت بحكيها للشعب المصر وفي نفس الوقت بحكيها للشعب السوداني وفي نفس الوقت بحكيها للعرب كله إيه القصة دي في 25 يناير 2011 بعدها يعني كانت الناس قاعدة في مدان التحرير ترشح مسؤولين هو قيادة الناس بقى اللي عمليين بقى صور بقى وقاعدين واحتشاد وبتاعم شافئي المهم جابه واحد قلبه المجلس العسكري إنه جيبه ده راجل مسؤول راجل محترم مقايز وبتاعم شافئي المهم المجلس العسكري في ظل الأوضاع والظروف وعملية التهديئة طبع المجلس العسكري عنده كل المعلومات ولكن أنا بحافظ على دولة أنا عندي نار أيدة بتحرق البلد لازم أطفيه أنا عندي ناس بتحرق نفسها ومش فهمة إنها بتحرق نفسها وأنا بقولها يا جماعة أنتم بتحرقها نفسكم وقول لك لا طب ماشي فلازم نطفيه فجابه واحد المهم اتعمل مسؤول اتعمل إيه؟ مسؤول الواحد ده للأسف كان موجود في إحدى الدول الأوروبية كان بعمل إيه؟ كان بيعالج في مصحة للأمراض النفسية أعتدته شو يعالج من تعب نفسي عنه وجه آه دي حكاية حكاية بسيطة جابه واحد تاني برضو ده عظيم ده من العظماء طيب ماشي تدور في تاريخ هذا الرجل تلاقيه أحد عملاء أحد أهم عملاء العدو اللي بيحرق والناس اللي كان بتطالب به في الشارع وجم كانت النتيجة إيه؟ نتيجة أن البلد اتحرق من الذي أحرق مصر؟ أبنائها بجهلهم؟ بعدم توفر المعلومات لديهم؟ بعدم معرفتهم؟ بعدم ثقافتهم؟ بعدم ثقافت؟ ترجمة نانسي قنقر